السلام عليكم ستكون ثمانية أكتوبري الجديد ثالثة الأثافي اعتدى الصهاين والعالم علينا في فلسطين بطرق إرهابية متوحشة كثيرة نذكر منها أيضا من فيض اعتدوا علينا بالهجرة اللاشرعية لم يكن عدد اليهود في فلسطين في أوائل القرن السادس عشر يتجاوز حسب التقديرات الصهيونية خمسة ألاف اعتدوا علينا بالهجرة اللاشرعية فصار عددهم ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألفا جاء في كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي الصادر عام 1977 منهم أربعمية وستة وثلاثين ألف جاءوا من المغرب وثلاثمية وثلاثة واربعين ألف من بولونيا وتسعة وعشرين ألف من رومانيا ومتين واثنين وستين ألف من عصي العراقي ومتين وستة وخمسين ألف من روسيا ومية واربع وستين ألف من اليمن وثمانين ألف من أمريكا الشمالية والجنوبية وصار عددهم اليوم تسعة ملايين وستمائة ألف حسب الإحصاءات المركزية في تل أبيب حسب الإحصاءات المركزية في تل أبيب لعام 2022 واعتدوا علينا أيضا بأنهم طردوا وشردوا وهجروا من شعبنا سبعة ملايين وثلاثمائة ألف حسب الأرقام التي قدمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 11 واحد سنة الألفين وأربع وعشرين واحتلوا من أرضنا 78% وأسموها إسرائيل ثم احتلوا كل فلسطين وضموا القدس وزرعوا مستوطنات مستعمرات وفيها سبعمائة ألف مستوطن وأكثر هدموا 485 قرية فلسطينية وارتكبوا 250 مجزرة في شعبنا اقترفوا بحقنا حروب كثيرة داخل فلسطين وخارجها وحاصرونا 76 سنة هدموا مئات من بيوتنا في الضفة الغربية وغزة وقتلوا وجرحوا وحولوا إلى معاقين آلافا من شبابنا قسموا أرضنا وأوهمونا بحل الدولتين منذ سنة 1947 وبقينا تحت الاحتلال إلى اليوم جميع هذه الاعتداءات وغيرها غطرشت عنها كل دول العالم واعتبروها من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ما أعطانا العالم أبدا نحن حقا أن ندافع عن أنفسنا إلا في دفاتر القانون الدولي على الضفطر فقط لكننا أخيرا قررنا أخيرا قررنا أن ندافع عن أنفسنا مع مصر في 6 أكتوبر انتبه 6 أكتوبر مع مصر سنة 1973 دافعنا عن أنفسنا وحدنا في 7 أكتوبر مع مصر 6 أكتوبر ومع أنفسنا فقط في 7 أكتوبر سنة 2023 صحيح أن العالم رفض حقنا في الدفاع عن أنفسنا واتهمنا بالإرهاب والداعشية وحتى في مشروع قرار في مشروع قرار أمن مشروع قرار أمن حاولوا أن يجعلوا كل العالم يستنكر دفاعنا عن أنفسنا في 7 أكتوبر ليقولوا ما يريدون وليساندهم من يريد ولكن الحقيقة أننا حاولنا الدفاع عن أنفسنا نحن اللاجئين في غزة بسبب عدوان إسرائيل المتواصل علينا نحن قررنا في غزة نحن اللاجئين في غزة أن ندافع عن أنفسنا هكذا انتهت المرحلة الأولى ونتائجها كانت نتائج المرحلة الأولى القدرة على المقاومة ونجاح المقاومة ووضع قضية فلسطين على طاولة العالم وكشف كذب الإعلام الصهيوني وانحياز مجرمين بسبق إصرار ومعرفة إلى إسرائيل وإيقاظ البسطاء والغافلين الذين ضللتهم الصهيونية وغير ذلك هكذا نحن قررنا أن ندافع عن أنفسنا في 7 أكتوبر ابتداء من غزة بعد انتهاء 7 أكتوبر ابتدأت المرحلة الثانية يعني كان في علينا اضطح دفعنا أنفسنا في 7 أكتوبر انتهت المرحلة الأولى في 8 أكتوبر ابتدأت الاعتداءات الصهيونية الجديدة علينا إسرائيل هاجمت شعبنا في غزة واعتذت علينا منذ 8 أكتوبر 2023 حتى تاريخ هذا اليوم يعني 16 وهي ماضية في اعتدائها قتلت مننا ما يقارب فوق الأرض وتحتها وتحت الركام ما يقارب 40 ألفا والحبل على الجرار وجرحت ما يقارب 80 أو 90 ألفا ودمرت أكثر من 85% من بيوتنا ومشافينا ومدارسنا وبنيتنا التحدية هذه المرحلة الثانية من الاعتداء الخلاصة وعبرة كل ما كتبته على سيأتي سيأتي الرد الفلسطيني وسنستخدم حقنا للمرة الثانية في الدفاع عن أنفسنا ولو بعد سنوات على هذه الجريمة وما يمكن أن تقترفه إسرائيل بحقنا من جرائم وهنا نحذر إسرائيل من ثالثة الأثاف أي الحجر الثالث الذي يقف عليه القدر أي المصيبة الكبرى أي ثمانية أكتوبر العظيم الجديدة ثالثة الأثاف لن تكون في سيناء كما كانت في المرة الأولى مع مصر ولا في غلاف غزة كما كانت في سبعة أكتوبر سنة الثلاثة عشرين بل في قلب تل أبيب هذه ستكون مرحلة الدفاع الثاني عن أنفسنا أيها الأقلاء في العالم نصيحتنا إليكم أطلبوا الحكمة لأمريكا وإسرائيل يا حكماء العالم صلوا إلى الله واطلبوا الحكمة لأمريكا وإسرائيل حتى لا تقع ثالثة الأثاف والسلام عليكم شكرا للمشاهدة